الصف الأول أنت مسلتي صف أول مسلتي صف تاني ومسلتي كل الصفوف لقيتك كل الشيء وثالث ورابع وعشر كل حياتي حريتك في اختيار الأدوار أو خلينا نحطها بطريقة تانية الـ diversity بتاعة اختيار الأدوار اللي بتطريد عليك أكتر وانت خطوة وراء النجم الأول ولا وانت نجم أول أنا بديك لا دلوقتي لا الاتنين دلوقتي هاقول لك حاجة أنا اتعرض عليك بطولات كتيرة جدا أنا رفضتها بسبب أن أنا مش عاجبني الدور الدور فمش فارغ معي بطولة خاصة أنا بتفرغ معي الدور على فكرة قوي 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 طول عمر فده أهم عندي لأنك ممكن تبقى من الجلدة للجلدة بس ما عملتش حاجة ويجي حد بمشهد صغير ولا مشهدين يفرق وده اللي حاصل يعني بقالنا كام سنة بيقول يعني بنلاقي فيه على السوشيال ميديا الدنيا بتزيد على مشهد حد عمله حلو مش مهم المسلسل بس المشهد عمل حلو فأنا بالنسبالي الدور أنا كنت زمان بضطر أقبل ليه لأن ما كانش فيه اختيارات مفيش لا وكنت لازم تحر فيه ايو وما فيش هو بيتابد عليك عمل واحد يا تقبله يا مش هتعمله مش عندك ست سبع أعمله هتختار الباست اوف مثلا ولا لنت شايفه كويس فأنت قدمك عمل واحد يا تقبله يا ترفض انتي يفرق معاكي الدور ايه مش اسمي هيبقى أول ولا تاني لا مش فرق معاكي بس عقولك عليك دلوقتي ممكن اتكلم في اسمي في اين ان حطوني بطريقة طاليق بتاريخك لأن خلي بالك أنا اكتشفت الجمهور ومنوش علاقتي بالقسامي خال لا ما حادش بيبص على تتر القسامي تخص شغلانتنا احنا جوانا مطبخنا احنا اللي هو التليق بيك ما تهنكش ما تأثرش على وضعك ما تأثرش على شكلك وسط المجال يعني بعد كل الخناء دي وتلاقي ما فيش تترو وتلاقي اسم المسلسل والمخرج وخلاص فأنا بالنسبالي دلوقتي بتكلم في وضع اسمي بما يليق بمكانتي او بمجهودي او بتاريخي لكن اللي يهمني في كل ده لا الدور الورق السيناريو مهم جدا بتاخدي رأي عفيفي؟ لا ما نمش علاقة بشغالي خالص لا لا هو عمره ما سألني هو بس بيسألني قبل ما نسخه المسلسل يقول لي انتي هتعميني الدور ايه بالضبط عشان نبقى فاهم انا هتعامل مع مين الفترة الجاي فعلا انتي بتتغيري بتروحك بيتها بالشخصية؟ هو اللي قال لي كده لا يا شخص هو اللي قال لي كده قال لي انتي بيتشويش نفس هو عسى لو ده مخافية انتي بيتشويش نفس با هي حصلت مرتين هو تخض مني في منهم كنت شعبي فحصلت مبين مبين وخلايا وقمت لا يماله بقى ايه لا 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 يقول لي ايه ده انا ما جوزتش المنظر انا بقسش المنظر ده وانا بصة وقاعدة كده انا فعلا ما انت كده ازاي ومرة تانية كنت بصور مسلسل تلاتين يوم فكنت مريضة نفسيا عندي فانا ما فهمتش ايه اللي حصل بعد ما خلصنا قال لي الحمدلله السلام وانا كنت مسافرة قال لي لا انتي مكنتيش شايف لنفسك الفترة اللي فاتت انتي حتى وشك كان متغير حواجبك كانت على علي الفوق هو اللي خد باله انا كده بجد قال لي اه بس ها انبسطت اه معناه انكو تعيشت دور صح انت ما بتحستش بس انا ما تيجي تفكر فيه مراد وانت اكيد حس انت معاشر الشخصية تلات شهور يا مراد دا حيط اكل بطريقتها دا حيط لابس لبسها بتتكلم بطريقتها بتضحك بطريقتها بطريقتها انت لو عشرت واحد صاحبك تلات اربعة ايام هتلاقي نفسك بتتكلم زيه يعني انت صاحبك اللي انتين دا تلاقي انتو بيتو شبه بعض انت ما بالك الشخصية دي انت قاعد مع اربعة وعشرين ساعة بتدخل جواه وهي مسيطرة علي هل عمرك حطيتي فيه كذا طريقة للتمثيل ان انت تحط نفسك مكان الشخصية الحقيقية او انك تسترجع من الزكيرة حد تكون شفته بالطريقة دي ما بعرفش فيه طرق كتيرة او ما عنديش الاسترجاع ما عنديش الاسترجاع انت بتعيش يا لازم عايشها هاي لان استرجاع مدته قصيرة يعني هقولك حصلت معي في ايه كان فيه مشهد المفروض اعيط فيه فنصحني احد المخرجين اني استرجع حاجة من حياتي انا الشخصية عشان اعيط ففي ربع المشهد مفيش يعني مفيش في ربع المشهد روحت معياط يعني بتاديت عيط لان انا عايشة في الزكيرة اللي وراء بس الكلام منافي الكلام اللي انا بقوله مش مواكب مع الزكيرة فحصل لي قفلة معرفتش كم معرفتش الدموع لان انا عايشة في الزكرة بس الكلام بقوله مش ماشي معلم فدي مدرسة عمرها ضعيفة او ضعيفة الاحساس فابتديت لأ انت لازم فعلا لازم فعلا تقتنع ان انت هذه الشخصية ودي الظروف ان انت بتمر بيها والظروف دي قهرك عشان توصل للمرحلة قصة الاسترجاع من عندك مش كل القصص مشابه معنديش بتاعت الشخصية دي ممرتش بدا اعملو ازاي لازم انت تعيش فيها لازم انت تعيش فيها طبعا انت ما عندكش مخزون ليها اصلا فهتجيبه مين بس دايما بيبقى فيه حتة من الفنان فيها مش كل الشخصيات يعني من الكاركتر بتاعك يعني يعني نجلة لما تعمل السايكوباتية غير فولانا لما تعمل السايكوباتية غير علانا وده معنانا بيبقى في بصمة برضو بتاعت كل واحد من الكاركتر الاصلي بتاعت يعني بس فيش اخصيات ما فيها يعني مثلا فهو مستوى الشفاية ما عنديش تشابهما بينهم خان ما فيش انا ما ممرتش بحياتها ولا ظروفها ولا قدرع من اللي هي عملته صوت والصورة مين لما وقفتي قدامي ومأهورة مش مصدقة ان ممكن يكون لا بس انت كنت عظيم انت جزء جبير جدا انا بقولها بكل امانة يا حبيب السلام والله العظيمة بهرج انت انت خضيتني يعني انا مكنتش عارفة المشهد ده هنصوره ازاي هعمله بليفل المكسورة ولا العالية لانت خدت بالك حتى قايتها توبق قاعد اتكلم معي وعدت المشهد ده 3 مرات عشان اوصل هو عايز الايجو مش عايز الواطية مع ان انا كنت شايفة ان ازاي ست تستقبل خبر خيانة جزءها عادي ويقول لها انا بخونك عادي بس هي من منطقة معرفش اذا كان المشهد ده معانا ولا لأ هي من منطقة الاستكبار مش انا اللي اتخان ما هو ده ما كانش واصلي انا واصلي ان انا لو جوزي بص بقى الحيطة بتاعت شخصيات انا ايه لو جوزي خاني انا هتكسر مش هقوة انا شخصيان انا نجلع لا دي حاجة تكسرني سمع عفيفي اوعى لا دي حاجة تكسرني انا بتكسر اي ست النورمال الديفولت بتاع الست تكسر لكن الشخصية دي غيري مع عشان كده اقولك فيه شخصيات ما بيركب انا وهي ما نلتقيش سنت يوميها الهروق طلعت وايه ده جزء منه كان يرجع ليك بصراحة وجزء طبعا استاذ طوبة انا بحبه جدا ان هو مدرسة برضو هاني خليفة فانا بالنسبالي انا كنت حاسة ان انا معايا هاني خليفة برضو في الكيش مع عشان كده بقولك التركيبة لازم تبقى كاملة ما حدش بيلعب على لوحده ما حدش بيلعب على لوحده فانت لما انت خد الزاوية بتاعتك الاول انا اتخضيت ده انا فيه مسئولية جاي علي موضا ما طلقاش بصرا لا بس احنا فعلا بداعب نشو بالحلو موضا اما هو ده بقى الميزة لما بتشتهل مع حد بيديلك حافظ وفي حد ياخدك في حتة انت مش عايز حتى تروحها بس مضطار فالمباراة دي بتبقى حلو مع انا مش هلعبها لوحده انت عارفة ان احنا يعني وده كان حوار مع احد شركات الانتاج ان احنا بقينا انا وانتي من اشهر الزوجين في الدراما عمتا يعني انت عملتي مع حد تاني كزا مرة لا انت اكتر واحد نهي لا 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 ما فيش غير يمكن خلط تصوي مرتين بس لا انت اكتر واحد وانا وبرد وانا وبرد انت بالنسبة لي اكتر واحد لا فيش ما حصلتش وانبسطت على فكرة يعني بالتجربة دي وفي كل مرة بتطنع مختلفة يعني هو الاجدد كمان انها دايما لما بيقوليه مراد جوزك بتحك اصلا مين جوزي مراد روح دحكة ايه فاكرة فاكرة في شبر ميا انتي كنتي مفترية ايه المفترية بجد اللي هو يعني لا انا عارف نجلة نجلة جدعة نجلة مش كده جماعة مش مفترية كده فانا دايما بقى كنت بخاف من ايه هل هيحنا الاتنين هيبقى عندنا حاجة جديدة نقدمة كازوجين برضو اه انت فاهم الموضوع كان بالنسبة لي الخوف اللي هو لاحسن لاحسن ما نلاقيش تولزن اعنا من بس هو الحلو ان بيبقى السيناريو مختلف فالشخصيات بتختلف كلها هل ممكن الممثل يوصل لتشابه خلاص انا عملت كل الشخصيات مفيش حاجة ما هيك عمرنا بقى عمل كل الشخصيات مفيش مفيش ممثل اصلا عمل كل الشخصيات هو الخوف بس ان انا بخاف منه احنا هنحصر في شخصيات لا بس دي انتي تمردنا اه نافيجيت نفسك كويس قوي للأسف عندنا في المجال في استسهال برضو عملت دا كويس فهتعمل دا كويس هتعمل دا كويس هتعمل دا كويس بس انا ببقى عندي طموح ان انا اطلع فانت بتتمرد الاول ما كنتش تتمرد لانا مش معروض على كغير دا متفقين في الاول دا فترة انتش لكن بعد كده انت بتبتدي لأ انا عملت دا قبل كده وانا في ادوار رفضتها لانها شبه ادوار عملتها قبل كده زمان ما كنتش عادة رفونا لما كانش بيجي غيرها بس دلوقتي لأ والعلمك أنا ما عملتش حاجة في رمضان الفات بسبب كده لأنه حسيت اللي تعرض عليكي كان قريب من حاجة عملتي قبل كده بالزبط عملين فاعتظرت عملين وقعت رمضان الفات في البيت أكرم لي ليه لأ أنك مش هتقدم جديد بالعكس هتدور نفسك مش هتفيه النفس صح لما تطلع تتكرر مش هتضيف لكي بقى الشغل ده كله ملوش لازل بس خلي بالك أنت عندك ميزة كمان أنت متجوزة وعندك راجل بيصلف عليكي لما يبقى ممثل الراجل أنا عارف طبق مختلف أنا فكرة بقول ده ما عندوش الحرية دي لأنه في الآخر عنده مسؤوليات وعنده أكفار على فكرة أنا بقول لنفسي لا يعني أنا بقول لنفسي ده أنا الحمد لله أنا عندي راجل في الآخر لكن في ناس حتى ستات مش بس رجالة أو ستات متكفلة بالبيت وبأهلها وبولدها فبيبقى صعب عليها أنها ترح ده حي زي ايه لا لا كتير عشان هنروح ناكل كشر الآن هنروح ناكل كشر الآن بس قوليلي الأول أنا بعمل كشر حلم والله ما شفت منها حاجة احنا صحاب من ثلاثة وتسعين ما دقتش منها لقمة فول فهي تقول ليه عايزاة هو حد شاف حاجة أنا اسأل عبيد اسأل عبيد اسأل عبيد اسأل عبيد اسأل عبيد يومك لا أكله ويومك لا أكله ويومك لا يشأل العروس تو اسأل مامته حماتي ها انت حاض احباتك ليه ما كلمة اسأل حماتك ليه